السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله ناخد مصدقية الربح من موقع جي بي تي بلانت دوت كوم. الموقع ده ربح مال عن طريق مشاهدة اعلانات وعن طريق عمل عروض. اول حاجة بتسجل في البرنامج وبيجي لك رسالة بتفعيل الايميل على آآ بريدك. بتفعل الايميل عادي خلص. عشان تسحب بتقول له ويصدره هنا. بيقول لك على حد لسحبه هو خمسة وعشرين من مية من الدولار او ربع سنة او دولار او خمسة وعشرين سنت. الدولار بيساوي مية سنت. طبعا الرصيد بيبان فين في الاكاونت سامري او ملخص الحساب. الرصيد بيزهر تحت هنا في الاسفل. هتلاقي حاجة اسمها مكتوب بالانس او رصيد. مكتوب هنا بالدولار يعني مش مجيب واحد سنت حتى. ده سبعة من عشر تلاف من الدولار. يعني مش جيب واحد سنت حتى. تمام. عشان آآ تربح من الموقع ده بتربح عن طريق كزا حاجة. اول حاجة او مشاهدة اعلانات. تاني حاجة حاجة اسمها اربح المزيد. بيجي لك بقى حاجات زي شركات انت بتربح منها عن طريق تنزيل العاب وتحميل برامج والكلام ده. دي انت بتربح بيها عن طريق انك انت بتسجل في موقع مسلا بتاخد نصد دولار. آآ هنا بتعمل آآ بتسجل برضو في موقع بتاخد ربع دولار. هنا مسلا بتاخد ربع دولار. الكلام ده. بس انا ما جربتش الكلام ده كله. دي كل حاجة في البلنامج او دي كل حاجة في البلنامج. عشان تحط حسابك. عشان تحط حسابك بتضغط على هنا. بتضغط على او اعدادات الحساب. وتحط حساب بيير هنا. وبتكتب البسورد في الاسفل. اللي هي اللي هي البسورد الخاصة بيك. وتقول له يحفظ لك محفاظة بيير اللي انت حطتها. السحب على بيير. اللي حد سحب اربع دولار او خمسة وعشرين سنت. عشان نبدأ نشتغل بقى على الموقع بتضغط حاجة اسمها او مشاهدة اعلانات. دي يقول لا اعلانات. يعني مش كتير ولا حاجة. ده اعلان هتقول له اوكي. هندخل مسلا على الموقع ده. او الاعلان ده. هنضغط على ضغطة. بيحمل لك صفحة هنا. شريط باللون الاخدر. قبل ما بيخلص. اهو زي ما ما انت شايفين. بيقول لك اضغط على الصورة المقلوبة. دي الصورة المقلوبة الوحيدة اضغط عليها. يعني شكرا للمشاهدة. هقفل الصفحة دي. نغطل على واحدة تانية واضغط عليها. بعد كده اضغط على الصورة المقلوبة اللي هي الصورة دي. كده يبقى خلاص. لو عملت للصفحة. بقى معايا واحد من عشر تلاف. يعني برضو مبلغ ضئيل جدا جدا. هعمل كمان واحدة. هنشوف موقع. هو تقريبا ما بيقعدش خمس ثواني او. او ست ثواني. ويبدأ يجيب لك على طول ان هو انك انت عملت الحجم نجاح بعد ما تحل الكباتش. نعمل رفريش. بزيت شوية. بس طبعا ما جابش حتى واحد سنت. فطبعا كده الموقع من اول دقيقتين او تلت دقيقة عليه. انت هتعرف الموقع ده ينفع نشتغل عليه ولا لأ. طيب عشان دلوقتي بنربح اكتر. هقول له ان مور. واقول له مسلا اي شركة زي تايم وال دي. شركة كويسة. لحسن الشركات يعتبر. يولي يولكم تايم وال. اقول له جيت ستارتد. او ابدأ العمل. وادخل بحساب جوجل. اقول له جوجل. انا كده دخلت على حسابي في بنامج او موقع تايم وال للعروض. لو ضغطي وازدرو هنا اقدر اشوف انا معي اقدر اصحابه. دلوقتي معي مية خمسة وبين نقطة اقل لحد للسحب في الموقع. هو مية نقطة اللي انا احول على حساب جي بي تي. اللي هو الموقع جي بي تي. احاول عليه عن طريق ايه? هقول له وازدرو هنا. وبعد كده هقول له وازدرو سبعين بوينت على هو المفروض يكتب لك هنا جي بي تي بلا نت. طب عشان تربح من بتقطة على او دراسات استقصائية. وتجاوب على بعض اسئلة هنا. اسئلة هتجاوب عليها. دي دراسات الاستقصائية. دي مسلا مدتها تتاتة وعشين دقيقة. تتاتة وعشين مينت. هنا مسلا دي شركات تانية. دي دراسات استقصائية تانية كتير جدا موجودة. وتكسب مقاط كبيرة جدا. اللي عايز تبدأ فيه تقول ستارت. ده مسلا ربع تشار الف ستومين وين نقطة. هتقول ستارت. وتبدأ تشغل على مجموعة الاسئلة دي وتجاوب عنها. وفي او مهنات. وفي انك انت هتضغط زي مواقع برضو. بيقول لك مش موجودة دلوقتي. همستنى شوية احملتها ايه? بتقول لي مسلا هنا بيقول لك هاديك اربعتشرة نقطة في خلق خمس ثواني هتقول لي وتضغط عليها ضغطة. طول الناس بنينج روبوت. هيحاولك على طول على الصفحة. تاني. هيبدأ يحمل لك صفحة جديدة وفيه عدد ثواني بيزهر لك هنا في صفحة تانية لو ضغطنا عليها. بيقول لك اربعتشرة ساعة من عشر بوينت. هنشوف المواقع اللي بعد ونقول فيو. هنا عدد ثواني اربعة تلاتة اتنين واحد زي ما انت شايفين. وبعد كده خلص. لو ضغطت عليها هيزهر لك بيقول لك انت هفزت باربعتش نقطة كان رسيدك مئتين مئة خمسة سبعين بقى مئتين واربعة. لو طول تاني. هيفتح لك صفحة جديدة. بيديك عدد الثواني فوق هنا في الصفحة. طيب بصراحة واسهل حاجة تقدر تجيب بها فلوس بقى مئتين وتمانتاشر. تقول ل تاني. يبقى تلاتين. ادي اربعة تلاتة اتنين واحد. متين اهو متين اتنين وتلاتين اهو. زي ما احنا قلنا. عشان تسحب بتقول له يصدره. وتبدأ تسحب بس انا ده موقع تاني اسمه رونين دوت كاش. انا عايزين نجيب او كل المواقع. ونختار المواقع اللي زينو. اللي هو جي بي تي بلانت. هنشوف بقى جي بي تي بلانت احنا داخلين بايه? بمحمد بنفس الحساب ولا لأ? تمام? فقل له قل له قل له تاني. نقول له جوجل. نقول له اوزدرو. هنضغط سيتننجز. نشوف المواقع اللي موجودة. وتقدر تسحب هنا من اوزدرو على طول هيسحب لك على محفزتك. على جي بي تي بلانت. عملت اوزدرو من داخل الموقع. النقاط بقى بتاع بتتحول لك هنا كرصيد فلوس. بيظهر لك هنا ده الرصيد اكاونت بلانس. ده او رصيد المشتريات ما نشدعه به. اللي من الرصيد اللي هو اسمه اكاونت بلانس. الرصيد ظهر من تلتين لتلاتين. عشان تسحب من داخل الموقع بتقول له ازدرو هنا. هو يقول لك وزدرو تو جي بي تي بلانت اللي هو نفس اسم الموقع ده. بتقول له ازدرو. هلا حضر سحبها ومية نقطة زي ما احنا قلنا. هنا المواقع اللي تقدر تحول عليها بتقول لوجن لوجن على الموقع اللي انت عايزه. ولو انت دخلت بلوج ان بيبدأ يحط لك حساب الموقع هنا. انا ممكن هدخل بقى وعمل لوج قوت من عليه. عشان يشلي ان هو يبقى اكتف من هنا. طيب انت هتقول لي الموقع دلوقتي جي بي تي بلانت كويس ولا مش كويس. وارباحه عامل ايه? ارباحه سيئة جدا. وارباح تعبانة. انا دلوقتي لو ضغط على اكاونت بعد ما عملت كل الشغل ده. الرصيد ما جابشي واحد سنت. المفروض مسلا انت بتوضع الموقع ربع ساعة نص ساعة بالكتير بتجيب عشرة سنت. يعني في في عشر ايام او اقل بتجيب واحد دولار. يعني مش في اليوم مش اقل من عشرة سنت. تكسب عشرة سنت في الموقع. وده يتحقق ازاي في الموقع? ده صعب جدا او مستحيل يتحقق في الموقع ده. طيب الموقع ده يبقى ملوش لازم انك انت اشتغلها ليه وتضيع وقتك عليه. طب ايه الحل? هل في مواقع تانية? هل انت جاي عشان تقول المواقع ده وحش بس? لا في مواقع تانية سابقا لكم في الواصل اسف الفيديو في اول تعليم وثبت. مواقع كتير جدا زي افيزو. مواقع في مواقع كتير جدا انا سابقا لكم في الواصل اسف الفيديو. اه دي كل حاجة يا رب تكون الفيديو اعجابكم اشتراك في القناة وعمل اجاب الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.